بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احبائي مشاهدي قناة كوبتيكسات اهلا بيكم في برنامجكم الاسبوعي كلمة الحياة والنهاردة بنامت ربنا حيبقى لنا تأمل في موضوع مهم جدا من صفر نشيد الانشاد الذي سيمان الحكيم عن طلب من تحبه نفسي هنقرأ لاجلة عزياتنا جزء من الصحي الثالث من صفر نشيد الانشاد الذي سيمان الحكيم بركة اقواله المقدسة فلتكن مع جميعنا امين في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته اني اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت ارأيت من تحبه نفسي فما جاوستهم الا قليلا حتى وجدته من تحبه نفسي فامسكته ولم ارخيه حتى ادخلته بيت امي وحجرة من حملت به مجدل السروس الافضل ايه معنى الكلام اولا عروس النشيد هنا تعرفين طبعا سفر الانشاد نشيد الانشاد هو مناجاة ما بين النفس البشرية وبين عرسها وحبيبها الحقيقي الرب يسوع لكل ملك او هو مناجاة ما بين الكنيس عروسته اللي فدها بدمه واشتراها بدمه وبين الرب يسوع المسيح الهنا القدوس اللي اشتراها بدمه فهو مناجاة ما بين النفس البشرية والرب يسوع انا بحب يبقى كده عشان خاطر ناخد الكلام لنفسنا ونتفيد اكتر كمان هنا عروس النشيد النفس البشرية بتقول في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته هنا سؤال يقف ربنا قال ادعوني وقت تضيق انكذاك فتمجدني اطلبه تجده اكراها فتح لكم قال لا طب هنا بتقول طلبته فما وجدته هل يبقى فيه تناقض لا فيه اسباب فيه اسباب لما اطلب فيها ربنا ما لايهوشي فيه اسباب بتمنع ان ربنا يستجيب ليه فيها فيه هنا في الاية دي سببين اتنين رئيسيين ذكرهم الروح الكدس في هذه الاية وسجلها عشان احنا نتعلم باول سبب تقول في الليل تاني سبب على فراشي ما حاش بياخد باله من دول في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبت فما وجدته طبعا مش هتلاقيه ايه معنى الكلام الليل في الكتاب المؤدس الظلمة رمز الخطيئة الخطيئة هي ظلمة ظلمة في الانسان بيقاش فيها ظلمة الفكر وظلمة النفس والبصيرة بعيدة عننا وبيعمل الشر قدام ربنا فبتقول في الليل يعني هي في الخطيئة وهي في وحل الخطيئة ما امتش منها لسه ما سبتهاش ما تبتش عنها لكن الانسان يبقى في الخطيئة ويتوب عنها مقبول عند ربنا وربنا فتح زراعيه ليها لكن في الليل يعني انا ما زلت في الخطيئة وماكث فيها ومش باسيبها اطلب ربنا وانا في الحالة دي ياتبش حالة ايه يسأل فيها بقى انهي امارة يعني بقى انهي امارة ان انا مزعله مني ومخليه زعلان مني وغطبان مني اني مش قادر اسيب الخطيئة اللي هو اللي ساب السماء وسب عرشه ومجده واخل ذاته واخل شاكل العبد وصل في شاكل العبد وتحمل مهانة والجلد والصلب حتى الموت من الصريب عشان يديني حياة افضل وانا استهين بكل دوت رب يارض الحائط وكمان عايز اطلبه وانا في عز الواحد بالخطيئة وانا محازن قلبه ولا ايه طبعا مش هلأ ايه هنا اعلان من الكتاب المؤادة بالروح القدس اذا انسان فينا عايش في الخطيئة وماكث فيها ومش عايز يسيبها ولا يمشي منها يطلب ربنا مش هلأ ايه برامنا ربنا بنسباله حبيب بالنفس تقول طلبت من تحبه نفسي طلبت من تحبه نفسي طلبت فما وجدته عشان كده يا حبائي مهم جدا مهم جدا جدا ان احنا نخب بالنا ان الانسان تلمهو في ظلمة الخطيئة والخطيئة الضلمة في كده مهدت اه تقول في حد بيحب الضلمة هقول لك اه طبعا فيه ناس كتير بتحب الضلمة معقول هقول لك كده مهدت الان هكذا احب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة هم بيحبوا الاعمال الشريرة واذاك تجدوا الناس يبنوا بيوت للضلمة كمان تستغربوا يا عيبة يقول لك كازنوا الليل سمعتوش حد يعمل كازنوا النهار النهار بحدش هيخشله فيه كازنوا الليل يقوم الناس تجي وراء الليل هكذا احب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة الظلمة لالخطية النور هو المسيح له المجد انا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة اللي يتبع المسيح من قلبه مش هيمشي في الظلمة الخطية فالنفس البشرية هنا طلبت الحبيب الرب يسوع هو حبيب نفسها ماشي كويس قوي حقا كويس لكن طلبته ما لقيتهوش طلبت من تحبه نفسي طلبت فما وجدته ما تفتشي زي ما الابن الضال فتش رجع الى نفسي وقال كم من اجير عند ابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك جوعا اقوم الان واذب الاب الابن الضال قعد مع نفسه وعرف سبب الوحل اللي هو فيه والظلام اللي هو فيه والمهانة اللي هو فيها وعرف انه بسبب الخطية وبعده عن الحضن الله فقال اقوم الان واذب الابن وقال له اخطأت يعترف بخطايا وقال عمل كده فعلا ونفذ هذا الفعل لأ ابوه فتح زراعيه ومستنيه ولبسه الحلة الاولى والخاتم في ايده عاد له كرمته تاني وعمل حفلة كبيرة جدا وجاب موسيقين وعمل له لها عظيمة جدا فرحة كبيرة هنا السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب بس المهم فهنا النفس البشرة دي قطب اقول طلبت من تحبه ونفس طلبته فما وجدت كتير احيانا فيه ناس بتكتب ربنا ما تلاقهوش وتقول ربنا ما استائل فيه تب ما تدوري السائل فيك ليه ربنا ما استائل فيك ليه السائل فيك ليه بتطلبه ما تلاقهوش ليه فيه خطيئة انت موجود فيها وقائم فيها ومش عايز تسيبها ليست هناك شركة للظلمة مع النور ما فيش هناك شركة للظلمة مع النور ما فيش شركة للمسيح له المجن مع العالم ومالذات العالم البطلة عشان كده حبائي اللي عايز يطلب الحبيب يلاقيه ياخد قرار التوبة النفس البشرية عروس النشيد هنا عمل ازاي الابن الضال بالزبط اخدت قرار اتنا تقوم من الظلمة اللي هي فيها عشان تعيش له فعملت ايه بتقول في الليلة على فراش طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته اني اقوم نفس الكلام نفس القرار اللي خده الابن الضال اقوم الان واذب الابي اني اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته برضو برغم ان اخدت قرار التوبة وانها قامت من هذه الظلمة بس اصلها قامت وراحت فين افتكرت انها هتلاقي الحبيب في مجرد ارائيتها فقط في الكتاب المؤدسة بتقول اطوف في المدينة في الاسواق والشوارع للاسفر والصحات بتطوف في مدينة الكتاب المؤدسة مدينة التوراة مدينة العاد الجديد بتطوف في المدينة المدينة العظيمة ديكت ديكتاب المؤدسة ففاكرة انها لما تقوم وتبتيت تقرأ في الانجيل خلاص تلاقي الحبيب لا ده في خطوات لازم تاخدها مش مجرد انها تاخد القرار وانها تقرأ في الانجيل ده في خطوات لازم تكملها عشان تلاقي الحبيب زي ما هنشوف دلوقتي اذا الموضوع ان النفس البشرية بتطلب الرب يسوه الحبيب ما تلاقيهوش لانها ما زالت في الخطيئة وما خرجتش منها تاني فمش هتلاقيه اذا كنا عايزين نطلب نلاقيه نطلب ناخد علينا احنا اولا نرجع معا للنفس زي ما ابن الضال عمل وزي ما النفس دي اتعملت في الانشيات عروس النشيد وقالت اقوم اني اقوم ياريتنا نقول دلوقتي اني اقوم وكفية يا اعاد في الخطيئة كفية السنين اللي قضيتها في الشر او في الخطيئة اللي بتزعها ربنا مني اللي من اجلها الله جيه بالجسد وايبي للمهانة والظلم حتى الصليب ظلم اما هو فتزاله ولا مفتح فيه عشان ينجيني من نتائجها ونجيني من حكمها عشان كده يا حباء اللي يقوم هو ده اللي يلاقي الحبيب اني اقوم اقوم واطوف في المدينة ماش خطوة كويسة اقوم وقرأ في الانجيل بس بيش هلاقيه برضو قال لا عشان كده بتقول ايه اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشارع اطلب من تحبه نفسي هتطلبه في الكتاب المؤدسة كويسة وقعدها بتقول طلبته فما وجدته ازاي ما يديش تحصل على في كتاب المؤدسة ازاي هي تحصل على المعرفة من الكتاب المؤدسة تحصل على كلمة الحقيقة من الكتاب المؤدسة لكن هتلاقي الحبيب ازاي لما تلاقيه جوه قلبها لما تلاقيه سكن جوه القلب لما دخل في الحياة عشش في الدماغ وفي القلب وفي المشاعر وتملك على حياتنا ما بقاش قدامنا في عينينا ولا في تفكيرنا الا ازاي ايه? نتمتع بحلوة العشرة معها. دي مش مجرد بس ان انا اخد قرار التوبة ده اول خطوة مهمة جدا. اقوم اني اقوم. وقابت اعرف الانجيل ده كتاب كلام صح. لكن كماليتها ايه? اني اقوم اطف في المدينة. وبعدين تقول ايه بقى? الخطوة التالتة. وجداني الحرس الطائف في المدينة. احنا قلنا المدينة هي بدينات الكتاب مؤدس. ها? وجداني الحرس الطائف في المدينة. الحرس اللي بيتوف في المدينة في الكتاب مؤدس. ويفصرها للناس. اللي هما ايه? خدام الكلمة الاباء الكهن. او خدام الكلمة الاجيل. لا. يقول اني ايه? وجداني الحرس. الحرس. هما حراس الكلمة. الله اقام في الكنيسة اول عن رسالة الانبياء. ثلاثة المبشرين. اقام الله في الكنيسة. حراس للكلمة. عشان يوصلوها نقية. لولاده. لشعبه. فقالت ايه? وجداني الحرس. يعني هما اللي افتقدوها. فلما افتقدوها. لقوها تعبانة وعملت قولهم. مش لقيا يا حبيبي. مش عارف انا قمت. وسبت الظلمة الخطيئة. وفتبقى رفي كتاب مؤدس. مش لقيا يا حبيبي. حبيبي مش لقياه. اعترف طيب. شو بتقول ايه? وجداني الحرس. طلت في المدينة. فقلتو. ارأيتم من تحبه نفسي. يعني معناها لغاية كده. برضو ما لقاتش. اللي بتحبه نفسها الرب ياسوة. هتلاقيه امتى? لما تعترف لهم بقى بالخطيئة. تعترف قدام ابونا بالخطيئة. ويبتدي بقى ايه? تخش في علاقة سرية معه. من خلال التناول من جسد الرب ودمه. خلص دخلت في علاقة سرية. وعاديها هتمسك فيه بقى ما تلجعش لخطيئة تاني. هتشوف عملت ايه? خطوات. وجداني الحرس الطائف المدينة. يعني ابونا لقاها. فقالتو ما شفتش اللي نفسه بتحبه. خلي بالكم ما قتلوشي فلان. اللي نفس بتحبه معناها ان الاباء نفسهم عارفين مين اللي نفس بتحبه. هو الحبيبي الوحيد ده العريسي الحقيقي. الرب يسرع لي كله نفسي باشي عليه. عشان كده ما قتلوشي التعريف. في واحدة بتقول للناس الحرس. ما شطوش اللي بتحبه نفسي. طب مش عرفهم من اللي بتحبه نفسك. هم عارفين بتكلم ناس عارفين. الحبيب فين وبيقوا موجود فين ونشوفه نحصل عايز ازاي. فسألتهم. انا هنا باعتراف انها خطاياها وعطف الظلمة الخطيئة حجبت الحبيب عنها. انا خدت القرار ويسيبت الخطيئة. وده قطلوم خطيئة يا حاجة حاجبتوا عني. لكن انا عايزاه. مدام عندي كذل الرغبة القلبية. انك تبقى تتقابل مع الحبيب الرب يسوع. تبقى تمتع بيه ومشتاء ليه بهذا الشكل. الله يحلك يا بنت خطاياك. تقول فما جاوزتهم الا قليلا. مجرد انها اعترفت ورورها التحليل. فما جاوزتهم الا قليلا. حتى وجدتوا من تحبوا نفسه. هم قالوا لها ايه? هم قالوا لها لا ما قالوا لاش هنا. هتلاقيه في الحتة الفرنية ولا هتلاقيه في المكان الفلاني ولا. هي مجرد انها اعترفت قامت وقارت الكتاب مؤدس. واعترفت لابونا حرق حراص الكلمة. انها مش لاقي الحبيب هربان منها عشان زعلان منها بسبب خطاياها. اعترفت خلت الحل. مجرد انها خلت الحل. فما جاوزتهم. يعني قامت من قلد الاتراف. الا قليلا. حتى وجدتوا من تحبوا نفسه. وجدتوا فين بقى? في قلبها. مجدتوا في فكريها. وجدتوا في حياتها. حسد بيه انه رضي عنها وقبل توبتها وقبل. وسمحها على خطاياها. فما جاوزتهم ولكن حتى وجدتوا من تحبه نفسي. يبقى اذا عشان اجد الحبيب الرب يسوعه تمتع به. لازم اخد قراري التوبة. لازم اقوم من خطاياي وانفوتها تماما وابعد عنها تماما من قلبي بقرار جامد كده وقرار بعزم القلب. وبعدين افتش في كتاب مؤدس. لان كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف زي حدين. وفتش فيه وقرى وابحث واشوف مقاصد ربنا ايه في كتابه المؤدس. ومشيئته ايه في كتابه المؤدس. وعايز من ايه? وقرى العزة على الجبل. واشوف ربنا عايز من ايه وقرى. امثال استهد المسيح في كتابه المؤدس. لا سيما انه كان يعلم الناس دايما بامثال. مليانة كنوز في التعليم. اربعة وثلاثين مثل. المسيح لول مجد علم بهم وذكره الاناجيل للبشرين الديسين ماتة وموركو صلوقة. كان بيعلم كل التعليم من خلالها وبالذات عن ملكوت السماوات من خلال الاربعة وثلاثين مثل. اقرف كتابه ازل. ولكن لازم اكمل. عشان الاغي الحبيب بقى موجود في حياتي وحس بيه وبقى راضي عني. لازم اعترف. اروح لابونا واعترف بخطاياي. اللي حاجة بتواجه الحبيب عني. لازم ابتدي بقى ايه? اعترف بجد. طول فما جاوزتهم الا قليلا. حتى وجدتو. ما انتهى وجدتو فقلبها. راضي عنها. فرحان بيها. لان السماء تفرح. بخاطئ واحد يا توب. اكتر من تسعة وتسعين بار. لا يحتاجون الى التوبة. طب لما وجدتو بقى عملت ايه? اكتفت بجده? ما ينفعش. فيه خطوات تانية. قالت ايه? ايه الخطوات تانية? يقول فامسكتو. ولم ارخيه. حتى ادخلتو بيت امي. وحاجة ما انا حابل بيه. اللي هي العلاقة السرية جدا. ما بين نفس وربنا من خلال السر الافخالستية. جسد وبسيح ودمه اللي ما نشوفش بالعلم مجردة. ولكن وثقين بايمان ان اتحول بطريقة سرية الى جسد الرب ودمه فعلا الخبز والخم. فانا بقى اكله عشان يزبط فيي وازبط فيه. ونبقى كده واحد. انا اريد ان يكون واحدا فينا كما اني انا وانت وايها الاب واحد. عايد اني بقى واحد فيه. فالوحدانية دي بتيجي من خلال العلاقة السرية. لكن اللي قبلها امسكتو ولم ارخيه. يعني امسكتو ولم ارخيه. يعني مسكتو في طريق ربنا يا سوع المسيح وما سبتوش تاني. لم ارخيه عم فردتش فيه تاني. مرجحتش لعادات الرضية تاني. مرجحتش لحياة السالفة تاني. انا مسكت في كلامه ومسكت في وصياه وتمسكت بالحياة معاه. لاني حسيت بفرق كبير جدا. ما بين حياتي الاولينية في الظلمة وانا في الظلمة. وعالفراش كمان. طبعا انا نسيت على موضوع الفراش دي كمان. لما بتقول في الليل يعني في الظلمة. في الظلمة الخطيئة. على الفراشي وانا في حالة الكسل الروحي. ما فيش تعبادة ولا صلاة ولا صلاة مخدع ولا راية انجيل ولا مروح كنيسة. في حالة كسل. الواحد بيطلع على الفراش لما يكون خلاص هينام. فالنفس البشرية في حالة ظلمة الخطيئة. وفي حالة الكسل للروحي. ما فيش جهاد روحي. مش هتلاقي الحبيب في الاي ازاي. هنا عشان كده قد امسكت ولم ترخيه. بالجهاد بقى. شو عكس بقى السبابين الاولين بين لفيهم. الظلمة قامت منها الكسل ثابته. امسكته ولم ترخيه. لم ترخيه. بدأت تجاهد بجد في انها ما تسبش الرب يا سوء تاني. ما تبعدش عنه تاني. ايه مسكت فيه. يعني مسكت في وصياه. مسكت في شخصه المبارك المحبوب. بصوا يا حباي. المسيح للمجد قريب جدا من كل انسان فينا. قريب منك جدا. قريب منك جدا. لو انا استدعيته يدخل في حياتي. اقول له رب يا سوء المسيح انا خاطي وما استهلش. انا خدت قراري التوبة عشان اتمتع بيك. انا يا رب عايز اتمتع وجودك في حياتي وحس بيك. ارجوك يا رب ادخل انت الى قلبي والى حياتي. وخليني اتمتع يا رب حلوة العشرة معك. زي ما اتمتع بيك داود النبي. اتمتع بيك ابانة اليدسين والسواح والعباد. دا اود اللي قال لي الناس زوق وانظروا ما اطيب الرب. مفيش احن والاطيب منك يا رب يا سوء. بجد. مفيش حد في الكون كله. احن منك يا رب. انت اللي الناسة الام رضيحة. فانا لا انساكم. انا عارف انك يا رب مش هتخلى عني ابدا. ولا ترفض طريباتي انك انت تحل فيي وتسكن جواي وتتملك علي وعلى وقت وعلى حواثي وعلى مشاعري. انا بستدعيك يا رب تتملك على حياتي استلمها لتكلك بالكامل يا رب. مرجعش للعالم مرة تانية. مرجعش للضعفات مرة تانية. امسكته. امسكته. امسكته في ربنا. امسكه في ربنا يا يا حبائي. مش هتندمه ابدا. هتندمه انكم قعدتوا سنين مش مسكين فيه بجد. امسكه في ربنا بكل ما تملكون من قوة ومن ارادة ومن عزيمة. امسكه في وصياه يعني. امسكه في الصلاة. امسكه في الاوداسات. امسكه في الاجتماعات. في سماع كلمة ربنا الحية. امسكه في تعاليمه. وجهدوا انكم تنفذوها في حياتكم. هترتاحوا جدا. هتعيشوا فوق اي تجربة. فوق اي ديئة. فوق اي مرض وقلم امراض وقلم دي قط حياة. هتعيشوا هيعيشكوا فوق كل ده. وكمان يدي نعمة وسلام. ونجاح كمان زي ما كان مع يوسف. امسكته ولم ارخهي. وادخلته بيت امي. خلي بالكو ادخلته بيت امي. بيت امي لها كنيسة. كنيسة امي. عراية التاني ما تقولي الكنيسة امي وانا ابنها. وغالي علي. وفي دمي حبها. التاني ما جاملة جدا. لكن بتقولي ادخلته بيت امي يعني كانت الاول ايه؟ يعني معناها كانت الاول بتروح الكنيسة برضو. بس كانت بتروح الكنيسة بذاتها. بملاتذاتها. بشهواتها وبتكريها الوحش المظلم. كان بتخلش بالضلمة اللي ليا فيها من غير ماتسبها. لكن المراتي بعد ما لقت الحبيب وحس به. امسكته ورافة مرخيه وادخلته بيت امي. يعني كان بتروح الكنيسة هو كمان ايه? معاها. دخلء بيه ادخلته بيت امي. دخلت بالرب يا سعور الكنيسة. كنت الاول بدخل الكنيسة بذاتي وبشهواتي وبلا الزاتي. عند الوقتي بدخل وفكري مسيطر المسيح له المجد. الكنيسة علمتنا ان احنا واحنا لحين الكنيسة انا خارجي من البيت ندخل وربنا موجود معنا. ندخل بي ازاي? علمتنا نقول مزمور فرحت بالقائلين ليه الى بيت الرب نذهب. خلص المزمور نقول مساكنك محبوبة يا رب اله القوة التشتاق. بل تذوب نفسي للدخول الى بيت الرب. وبعدين نخش الكنيسة اما انا فبكافة رحمة ادخل بيتك وانا داخل. واسجد نحو هيكالك المقدس. وابتده وقف اقول اليك رفعت عياني يا ساكن السباق. فهما مصد عيون العبيد الى ايدي مواليهم. مصد عيناي الاما الى ايدي السيدة. كذلك نحو الرب الانا. حتى يتراف علينا. وعنده الاب انا اللازي وراح ياخد مكانه في الكنيسة ويقف. الكنيسة علمتنا ان احنا نقول في سرنا. كل هزي المزامير والصلاوات. وانا خليجي من بيتنا لغاية ما نروح الكنيسة. يبقى انا داخل الكنيسة ادخلت وبيت امي. انا داخل ومعايا. في فكري وفي قلبي. وفي نظري وفي كل حواسي. الرب الحبيب. الرب يسوع على ما من كل المال. اللي فداني بدمه. واللي خلصني. واللي عايز يديني حقيقة افضل. واللي عايز يديني فرح حقيقي. لا يشوبه اي قدر. امين. ربنا يدينا قرار الايام. قرار التوبة. يعطينا ان احنا نقوم فعلا من اه من اه الظلمة. اللي كنا بنعيش فيها. كان حد كان بيعيش في ظلمة. ونقوم من الكسل والتراخي. عن العبادة. عن قرية الانجيل. عن مروح الكنيسة. يا ماشطن بيكسل الناس. لكن علينا ان احنا نقوم من هذا الكسل. اللي بيؤدي بينا في النهاية الى المكسف الظلمة. لكن اقوم وانطفض من الكسل بتاعي وجاهد. وجاهد الكتاب قد يقول ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا. محتاجين نجاهد بجد. ونجاهد باسرار وبعزم القلب. علشان خاطر يبقى لنا نصيب وشركة. في مراسة اليدسيل في السماء حلوة. هي العشرة مع المسيح يا احبائي. متعة هي التسبيح ليه والترنيم لإسمه الكدوس. حياها مملوقة نعمة وسلام وفرح. حياها كلها استقرار وطمأنينة وسلام. بتخلينا مش عايزين اي حاجة من اي حد على وش الارض في الدنيا. غير ان المسيح دايما يبقى معنا امسكته. ولم ورخيه وقد خلته بيت امي حولت من حبل بيه. اللي احنا قادر ان يعطينا هذه النعمة. وعدينا هذه العزيمة القلبية. ان احنا نقول ان عشنا فلرب نعيش. ان موتنا فلرب نموت. ان عشنا وموتنا فلرب نحن. اللي احنا كل مجد وكرامة للأب الامين.